اشتركوا في القناة 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 المعيدية. نقل حصارة المعيدية. تكسره لك. ومن بعد يولي لك بسيط وسهل الاستهلاك. ده قبل ما نرحو للديطايت على الهضم الآلي والهضم الكيميائي. كينا حاجة لازم نعرفها. عندك الجهاز الهضمي هو عبارة على يعني مقصب الى زوج اجزاء. الجهاز الهضمي هو عبارة على امبوب هضمي وغودد ملحاقة. وهاد الامبوب الهضمي والغودد الملحاقة يخدمه كيف كيف باش يصرع عملية التناسق. دونك الامبوب الهضمي راهو باين. اللي هو الفم المارئ المعيدة المعيد الدقيق المعيد الغاليد وينتهي بفتحة الشعر هذا الامبوب يعني المكونات انتعه. نروح الى الغودد الملحاقة. يعني الغودد اللي تخدم مع هاد الامبوب. عندنا خمس غودد. عندنا ثلث غودد راهي متصلة بهاد الامبوب. وزوج راهي ميش متصلة معه. عندنا الغودة اللعبية البنكرياسية الكبيدية هادو متصلين به. اما الغودة المعيدية والمعابية غير متصلة بالامبوب. دونك اه كي تصرعنا عملية الهضم ويتكسر لك الغداء من مركب الى بسيط. راح يقولنا راح تتم وفقه آليتين. دونك عندنا هضم آلي وهضم كيميائي. دونك على مستوى الفم. عندنا ثلث مستويات تبسيط الغداء. عندك على مستوى الفم على مستوى المعيدة وعلى مستوى الامعاب الدقيقة. كل واحدة هتعطينا نواتج وكل واحدة هتدخل فيها انزيمات معينة. دونك على مستوى الفم هيكون عندك هضم آلي. كيف هضم آلي? احنا قلنا عن طريق الحركة. تمزيق الاغذية بواسيطة الفك والاسنان وتقليبها وتبليلها بواسيطة اليوعب. دونك نتاكيد لا مشوار تحك تخدم. تخدم وتعضل مغلة. ويعني عادي. يعني الطريقة العادية. دونك هتكون هضم آلي. ما فيها الشيء تدخل في انزيم. دونك بعدها وراها راح يكون عندنا مواد متشكلة وانزيمة متدخلة. دونك المواد المتشكلة من عملية هذيك الهضم. هو المالطوط لسكر شعير. احنا رانا نهضر هنا بالنسبة للنيشاء. دونك النيشاء كي يكون في الفم ويتخلك فيه الاميلاز اللوعابي. اللي هو الانزيمة المتدخلة. يتكسر يعطيك مالطوط ولا سكر شعير. وانا نقول لكم سكر شعير. ماشي سكر عينب. سكر شعير. دونك على مستوى المعيدة. على مستوى المعيدة عندنا زوج آليات. عندنا هضم آلي وعندنا هضم كيميائي. كيفة? المعيدة عندها تقلصات متى الجدار تحها. دونك التقلصات هذيك وراه عبارة لحركة. اي حركة نقولوا فيها رهي آلي. دونك عندنا هضم آلي بوسيطة التقلصات المعيدة. وعندنا هضم كيميائي بوسيطة العصارة المعيدية. العصارة المعيدية. صحي. عندنا الانزيمات اللي تدخلتنا في هذي اللي هو البروتياز. وليعطانا البيبتيدات. هدا بنسبة. لعلى مسوى المعيدة. نروح مباشرة على مستوى المعيد الدقيق. دونك على مستوى المعيد الدقيق. حيكون عندنا هضم كيميائي. آآ الامعاد الدقيق. رح تكون عندنا آآ مراها عملية الانتصاص. دونك المواد المتشكلة في هاد الانبوب. حيكون عندك سكر عينب. شوفوا هنا سكر شاعر. وهنا سكر عينب. لانه هنا سكر شاعر شوية مازال معقد. زي دا تكسرنا ولا عندك سكر عينب. دونك المالطوس كيتكسروا يعطيك سكر عينب زائد سكر عينب. يعني زوج سكر عينب يعطيوك واحدة سكر شاعر. اللي هو را هو مكتوب هنا. البليكوز زايد جليكوز. اللي هو المالطوس. دونك المواد المتشكلة في الامعاء الدقيقة. اللي هي سكر العينب. الاحماض الامينية. الاحماض الداسيمة. والجليسيرون. رح يكون كاين ماء وكاين املح اخر. دونك كل واحدة رح يطرع لها انزيم معين. رح نحضر عليها في الجدول الموالي. اللي هو جدول انزيمات اللي اطرع لها اه كل غداء. دونك نواتج الهضم في الانبوب الهضمي لازم نكونوا لابلنا بهم لانها مهمة جدا هاد ليتاب. نحتاجوها في عمرية الامتصاص من بعد. دونك في نواتج الهضم حيكون عندنا سكرية بسيطة. احماض امينية. احماض دا سيمة. غليسيرون. وفيتامينات. انه ماء ملاح. لا تتحلل. لانه الفيتامينات تكون دائبة اما في الماء ولا في الدهون. دونك ما تشقاش انها تتكسر. دا كون. عندك السيليلوز. لا السيليلوز يطرح في الفضلات. دونك السيليلوز لازم نحرفوه باللي راهو سكر تادي راهو سكر. بصح ما تصرالوش عملية التكسير. قلناه في الفيديوهات سابقة. لانه ما عندوش الانزيم اللي يكسروا. على الرغم انه الجسم تعنا يقدر. اه عن طريق البكتيريا اللي كينا في الامهاء يكسروا شوية. لانه كاين داخل الامهاء تعنا كاين آآ بكتيريا يقولها بكتيريا مفيدة. لكن البكتيريا هادي هي الوحيدة ليس قدر تكسرنا السيليلوز من اجل اداء مهام اخرى. بصح سيليلوز في جسم الانسان ما يقدرش يكسروا. لانه السيليلوز سكر ناباتي وقدر يكسروا لي انه ما عندوش الانزيم اللي يكسروا. اوكي. رح نعرفوا حاجة قبل ما ننتقلوا الى الكواشف لازمنا نعرفوا وش هو الهدم هذا هذا الشي الكامل اللي هدرنا عليه وما هدرناش على الهدم. لازم نعرفوا اللي الهدم هو مجموعة من التحولات الالية والكيميائية التي تحدث للاغذية من اجل واش لتبسيطها بتأثير واش الانزيمات. اوكي. نقلوا شو ما الانزيمات هادو. الانزيمات هي وصائد كيميائية ذات طبيعة بروتينية تقوم بتسريع التفاعل. يعني ما تخلكش تفاعل هي تسرع لك التفاعل. هكي ما الاميلاز اللعابي يسرع لك بركة عملية تفاعل بسح ما يدخلكش فيها. نقلوا شو ما خاصائص تاع الانزيمات. قلنا لكل الانزيم مادته يعل. وش معناها على الحضرة هذي؟ معناها كل مادة هنا عندها انزيم اللي يكسرها. اوكي. هاد الانزيم عنده درجة حرارة مثلة يخدم فيها. وعنده درجة يخدم فيها. درجة الحرارة ما تكونش هاطة بزاف بها ما تصرالوش عملية تطبيط وما تكونش طالعة بزاف باش ما تصرالوش عملية تخريب. كذلك البيعاش. هنا نشبه هاد الانزيمات بالقفل والمفتاح. وش معناها لي كل مادة تفاعلها. نك انت كي تكون عندك كادنا. وصاحبك واحد اخر عنده كادنا. واحد اخر عنده كادنا. ولا المفتاح تعداركم. نك ماشي مفتاح واحد يحل جميع الكادنات. نك كل كادنا عندها المفتاح هاد هو المثال اللي يقدر يوضح لك ولا يقرب لك الصورة على الانزيمات. نك حنا نهضروا على حاجة. حاجة مهمة تقدر كذلك كسؤال. هنا يا المغضيات يتم تبسيطها وتكسيرها. نحن نتحصلوا على حاجة يقولون لها كيموس و كيلوس. نك وش هو الفرق بين الكيموس الكيموس o بالكيلوس. الكيموس لازم نعرفه. اختلاف بين كيموس و الكيلوس في المكان وفي الشكل. دنك الكيموس. هوا عبارة على عجين غل USA ممتها مطمية واتيق ازفال المعيدة هادك يقولون له كيموس. دنك الكيموس هو يكون في المعيدا وهو عبارة على عاجين. و كيلوس يكون في المعيد داقق او يكون عبارة على سائل اللي انو العصارات خدموا فيه. دونك هذا جدول يلخص لك اهم الانزيمات اللي كينا وتأثيرها على مواد التفاعل اللي هي الغداء. دونك قلنا لكل مادة لكل انزيم مادة التفاعل تحا. دونك هام عندنا هادو الانزيمات وده بريفرانس انكم تحفظوهم. دونك عندك الانزيمات وعندك المواد تفاعل تحوم وعندك النواتج. دونك الاميلاس المادة التفاعل تحوه هو النشاء. دونك الاميلاس ما يقلش يؤثر لك على البروتين. فهم اثنين. البروتياس يؤثر لك على البروتين. دونك الاميلاس يؤثر لك على النشاء يحطيك المالتاز. عندنا البروتياس ولا البيبسين يؤثر لك على البروتين ويعطيك عديد البيبتين. شوفو بيبسين بروتين. اما عندهم ما تشابه في الاسماء. عندنا اميلاس البين كرياسي يؤثر لك على النشاء ويؤثر لك على المالتاز. دونك نتجي تقول لي كي هذا كي هذا. ارهم كيف كيف يعني هنا اميلاس بين كرياسي وهذا الفوق في الفم تساعد ما تهضمش الماكلة مليح وتهبط لك التحت في المعيد كيف هي صار لها مكزادي جيك اميلاس بين كرياسي زادي كسر لك النيشاء ويعطيك مالتوس دونك عندنا لباز بين كرياسي اضطرنا على الدسم وش يعطيك مدام ياضطر لك على الدسم يعطيك احمد دسمة زائد كليسيرون عندنا بروتياز دو اللي هو تريبسين يضطرنا على البروتين ويعطينا متعدد عندنا انزيم المالتاز يضطر لك على المالتوس ويعطيك جلوكوز عندنا انزيم الليباز يضطرك على الدسم اللي هما شوفوا ليباز الليبيد يعطيك احمد دسمة زائد كليسيرون واخيرا عندنا البروتياز ثلاثة اللي هو البيبتيداز يأثرنا على عديد البيبتيد ويعطينا أحماض أمينية عندك الإنزيم عندك مادة التفاعل وعندك النواتج النواتج هادو اللي يخرجونا وش رح يصرى لهم هذا هو سؤال الموفيد هادو النواتج وش رح تصرى لهم هادو النواتج رح تصرى لهم عملية امتصاص هادو عملية امتصاص وين تحدث لك هادو عملية امتصاص تحدث لك على مستوى المعي الدقيق على مستوى الزغابات المعاوية دونك تبعوا معايا في الابارتي هادي واكدوا لي على الرسمة هادي لأنو قادر يحضركم الرسمة هادي دونك كنجيو احنا نحرفو الزغابات المعاوية دونك وش هي زغابات المعاوية هي انثناءات وش معناها انثناءات؟ معناها انعيواجات معناها المعي الدقيق فيه العدد كبير من الانثناءات هادوها وش معناها انثناء؟ هي انثناءات تمتاز بجدار رقيق وشبكة دموية يتوسطها ويعاق لمفاوي ما معنى جدار رقيق؟ معنى عندها طبقة واحدة من هذه الخلايا الدهارية ما كانش تبقى فوق تبقى فوق تبقى فوق تبقى فوق لا عندها كوش واحدة انتهاد الطبقة الثانك تمتاز بجدار دقيق وشبكة دموية الشبكة الدموية عندنا الشرايين وعندنا الاوريدة وعندنا الاوريدة يتوسطها ويعاق لمفاوي وعندنا الوعاء اللنفاوي نعرف عملية الامتصاص وشية هي عملية انتقال المغضيات من المعي الدقيق الى الدم واللمف عبره واش عبر الزغابات انا هنا رسمة انتاع الزغابة المعاوية كما عنا نشوفو هادي الشعيرات هادو يقولون ميكرو زغابات وعندنا الخلايا هادو يقولون خلايا دهارية ولا خلايا الطيلائية عندنا هادا ويعا بلغامي وعندنا الشعيرات الدموية عندنا الشريان وعندنا الوريد هنا زوج طرق للانتصاص الطريق الدموي وطريق اللنفوي المغديات هادو الى اللي قليناهم نص منهم سيفود في الطريق الدموي وقال Billy سيفود في الطريق اللنفوي واش سيفود في الطريق الدموي ركزوا ليه لها هذه لانو قادر يجيكم ايضا سؤال لان عندك الماء الاملح المعدنية الاجلوكوز الفيتامينات الدائبة في الماء عندنا الاحماض الامينية هادو يروحوا لك الطريق الدموي اما عندنا الاحماض الداسيما لجليسيرا للماء الاملح المعدانية عندك كذلك الفيتامينات الدائبة في الدهون هالوين تقلو لك عبر اللمف تقول انت بلي عندك طريقين لوا الطريق الدموي والطريق اللمفوي هادي قدامك راهي ببنية الزغابة المعاوية يعني قادر يقول لك هو حط البيانات اوكي كوم قادر يقول لك انت داعم اجابتك برسم ولا ماذا تبين البنية الفراغية الزغابة المعاوية ايضا الزغابة المعاوية هادي عندها مجموعة من الخصائص داعم خصائص الزغابة المعاوية قلنا رقة جدارها عندها طبقة واحدة من الخلايا الدهارية رقة جدارها وجود شعيرات تدعى ميكرو زغابات هادي وفوقها ميكرو زغابات يعني كتكون حافظ الرسمة صايد خصائصك على بالك بيهم مازيش تحفظهم لعني غير تفهمهم غنية بشو غيرات الدموية والاوعية اللمفاوية يعني كي تعرف ها الرسمة تخرج منها الخصائص اوكي يعني كي تفهم مش شرطبازي بزاف على الحفاظه افهم ومن بعدها احفظ اوكي رحو مباشرة الى آآ مكونات الدم دونك باش نعرفوا مكونات الدم لازم نديرو عملية الفصل عملية الفصل تكون عن طريقة جهاز يقولوا له جهاز الطرد المركزي يعني هو جهاز ويدور بسرعة كبيرة يفصل لك مكونات الدم الحمراء عن بعدهم دونك هنا يتحصلنا على تلت تباقات كانت عندنا خمسة وخمسين بالمية من من هاد المكونات هي بلازما قل على واحد بالمية كوريات بيضاء زائد صفائح دموية وخمسة واربعين بالمية كوريات دم حمراء دونك الدم عنده عدة ادوار من بينها اللي هي النقل الدفاع والحفاظ على درجة الحرارة ولا حاولت اني نخصلكم هنا شوية دونك نتبعوا كوريات الدم وشية كوريات الدم هي عبارة على خلايا تسبح في البلازما لا تحتوي على نواة تحتوي على الهيموغلوبين مدة حياتها مية وعشرين يوم تتجدد من نقاي العدم وتموت في الكبد والطيحال دونك كورية الدم هذي راهي اقراس تكون مضغوطة في الوسط ما عندهاش نواة اللون تح احمر بفضل واش بفضل الهيموغلوبين دونك الدور تحا يكون دور في المبادلات الغازية يكون دور في يعني في عملية التنفس يجيب لك الاكسيجين ويطرح لك السيوتنين اوكي دونك عندنا البلازما البلازما وشية هي سائل شفاف لونه اصفر يحتوي على المغضيات يسمى يجيب لك المغضيات ويطرح لك الفاضلات وش هو التعريف انت اللمف ولا البلغم دونك اللمف هو سائل يشبه الدم ولكن لا يحتوي على كوريات الدم الحامرة يقدر يجيك سؤال واحدة اخر يقول لك وش هو العلاقة بين الدم واللمف والسائل البيني دونك انت وش هي وش هو تعريفك للسائل البيني السائل البيني هو يجي عن طريق ترشيح البلازما شتي البلازما حطها في صفايا رشحها يخرج لك من تحت السائل البيني وهذا السائل البيني يحتوي على المغضيات يحتوي على المغضيات دونك السائل البيني يحيط بجميع خلايا العضويات يتشكل عن طريق ترشيح البلازما عبر جدران الشعيرات الدمموية اوكي ويوهات امتصاصه في الاوعية اللمفوية يتشكل اللمف الذي يعود الى الدم قبل وصوله الى القلب يعني السائل البيني هذا راهو يترشح لك وهذا معه المغضيات اوكي دونك كما قلنا قبل دور كورية الدم الحمرة هي المبادلة الغازية قادر يقولك دعم اجابتك بمعادلات اه اه بمعادلات دونك اه كورية الدم الحمرة قلنا تنقل الاكسيجين وتطرح السائل اوكي دونك عندنا الهيموغلوبين زائد الاكسيجين يعطيك هيموغلوبين اكسيجيني اوكي وعندنا الهيموغلوبين اكسيجيني يقدر ينفصل ايضا على الاكسيجين باش يهزلك ويطرح لك السي او دونك قادر يقولك اعطيني دعم اجابتك بالمعادلات تكتب له المعادلات التالية عندنا ايضا دور البلازمة البلازموشية تنقل المغضيات من المعي الدقيق الى الخلايا وتنقل الفضالات من الخلايا الى اجهزة اضراح اللي هما الجلد والكريا انت احفظ الدور تنقل وحدة فيهم قادر يعطيك سواء العلاء اي وحدة فيهم عندنا ما هو دور كوريات الدم البيضاء طيب كامل على بنابلي كوريات الدم البيضاء عندها دور في الدفاع عن الجسم دونك هي القضاء على الاجسام الغريبة ما هو دور الصفائح الصفائح اللي هي عندها دور في تخثر الدم شو كيصار لكم جرحة هنا يا ويبدا هذا الجسم تاعك يبدا الجلد تاعك يدير في هذه التبقه نتاع الجرحة ومتاز بدا تقشر فيها تقشر هاش دونك هادوك راهو راهو صفائح دموية شغول يغطيو لك على الجرح بما يبقاش الدم يسيح راح يشوفو كذلك دور الكابد دونك حنا على بالنا بالليل الكابد عنده، دور في Lethank blood. تخزين. تخزين تعوى تخزين غليكووز الزائد دونك إمتاك يتاكل حاجة ويكون عندك فار إجزامبال فائض تبقي مزيش يقتري دونك عندك كمية نتاعي غليكوز يستيح 되게 ال gleeco اوه وتبقى لك لمية دونك الكمية هاديك ليتبقى لك وين تعوحوك الكمية هدى كرح للك للكابد يتخزن لك في الكابد على شكل واش تخزن لك على شكل Wereekock الخذكended على الشكل جليكوجهض أين يحلط قلياتها العضوى wünmercial وكسب coupling التحاول تكثر من الحرب وحلطها إليك بريزان كما تكون صعي improves وما كريتش النهارة أو لما كريتش النهار كابل ت تأتي أتمن يحصل الثاقة Shin تنت physiology يحصل على الثانية ت تخزن في الكابل والفالعضلات célar السليكوس يحصل على üạc يحاودي تكسر لك ويخرج لك هذا الجليكوز والجليكوز هذا يحاودي انتقل لك الى الدم. هذا دوره الكابت يسبب السكر في الدم مدفوتش واحد قرام يعني على اللاتر في الحالة العادية. القلوب لدور الكابت هو تخزين تخزين الجليكوز ولا تخزين الفائد. نخرجه عند الحاجة. رح نشوفوا دور النسيج الدهني. عندنا لبيضات في العضوية. عندنا خلايا يقولو الها الخلايا الدهنية. عندنا خلايا يقولو الها هذا النسيج الدهني. وهدو خلايا الدهنية. صحي. لنك ليبيدال تجي عندك لكينته بالكزمبل عندك ليبيدال كليز دهون بزاف كليز دهون بزاف تمز تاعك في النهار عندك ليبيدال تستحلك تمص وبقالك الفائد لنك ليبيدال هادو وين يراحوا يراحوا إلى النتيجة الدهني هادو وين اقزاكت في الخلايا الدهنية يتخزنونك على شكل واش تريجليسيريد سمه هنا يتخزنلك تريجليسيريد لنك ليبيدال تتخزن لك على شكل طريق اللي سيريت في النسيج الدهني اكزاكت في الخلايا الدهنية كي تحتاج العضويات تاعك راح تجبت من المخزون هادي يعني سهلة و بسيطة افهمها من مفهوم تحت الصيام كي تكون صايم يكون عندك تاقة تاقة هاديك من يجيك من المخزون سوى منه ولا منه راح نشوفو دورا نقدم في العضوية اول حاجة لازم نديرو التقسيم هنا احنا على يبالنا بالليا القلب نقدر نقصوه على اربع اجزاء دونك عندنا هادي بالنسبة لك شوفها بالنسبة لك شغل القلب ااو عندك انتهية دونك عندك حيكون في القلب عندك ودين وعندك بوطين عندك اودين وعندك بوطين. هذا رح يكون اودين وهذا اودين. بس هذا حيكون اودين ايصر وهذا حيكون اودين ايمن. عندنا احنا بوطين وهنا عندنا بوطين. احنا بوطين ايصر وهنا عندنا بوطين ايمن. عندنا مجموعة من الشرايين خارجنا الشرايين الأبهر. المهم كينا نطومي كبيرة بزاف تح القلب مناش ندخل فيها. الحاجة اللي هنهضر عليها اساسية اللي هي دورة الدم في العدوية. عندنا الدورة الصغرى وعندنا الدورة الكبيرة. وش معناها الدورة الصغرى؟ الدورة الصغرى تكون بين القلب والريئتين والدورة الكبرى تكون بين القلب وجميع الأعضاء. كيف؟ ينتلق من القلب الأيمن وتسمح بالمبادلات مع الرئتين. هذه الصغرى يعني القلب مع الرئتين. الدورة الكبرى تنتلق من القلب الأي سر وتسمح بالمبادلات مع جميع الأعضاء الأخرى. ما نجح ندخل في عملية كيف يخرج الدم وين يراح وكيف؟ هذي كانت دوران الدم في العدوية. نروح مباشرة إلى استعمال المغذيات. في استعمال المغذيات رح ندير وتجربة العضالة. كما نبني بالعضالة تقوم بعملية التنفس هذه. تستهلك لك الأكسجين وستطرح لك السي او تنين وتستهلك لك الكليكوز. حطينا العضالة يعني طازجة فراش زائد ماء الجير. وشو دورة ماء الجير؟ ماء الجير يكشف لنا على وجود السي او تنين. يعني كي يكون كين سي او تنين يتحكر لنا ماء الجير. دونك مدام العضالة هذي تستهلك الأكسجين رح تطرح لك السي او تنين. كي يتم طرح السي او تنين وشو حيصرا هنا؟ حيصرا لنا تعكر ماء الجير. دونك العضالة هذي استهلكت لنا الأكسجين وستهلكت لنا الجليكوز. دونك نقولو بلي العضالة هذي استهلكت الاكسجين. دون كل ما زاد الجاهد العضالي كل ما زاد استهلك الاكسجين. كل ما زاد الجهد العضالي كل ما زاد استهلك الكلايكوز. دونك نقولو بلي العضالة لاحية تستهلك الأكسجين食べكو's Premier. وال Kristinين هذي بهدف الحوصول وشيا لغرض الحوصل وشيا على الثاقة اتي بي دونك العضلة تستهلك لك الاكسيجين والغليكوز باش تخرج لنا الاتي بي هذ العملية وش يقولوا لها يقولوا لها عملية التنفس الخالوي دونك رح يكونوا عندها مجموعة ملمون حنايات رح نرسم لكم رح نرسم لكم دوكاليه ليه هنا يا نهضروع ليه مفيد فيه هو هو يعلم ولخص بصح لازم نعطيه لكم لي انه في احتمال انه يعطيك المنحنة ويقول لك حل الفسر ناقش ثمه لازم لازم على الاقل نضرب عليهم طلع دونك قبل ما نرحو نديرو نديرو تعريف التنفس هنا يا دونك التنفس نقولوا باللي التنفس الخالوي هو وشي هو عملية هدم 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 الغليكوز في وجود وش في وجود الاكسيجين قصده انتاج التاقة هاد شي رح يعطيك تاقة هدي يقولوا لها عملية التنفس الخالوي دونك هدي التنفس الخالوي عندها معادلة قادر يقول لك دعين اجابتك بمعادلة دونك شا ها هيكون عندنا هايكون عندنا الجليكوز اللي هو المعادلة تعوسية 6 عاش 12 او 6 زائد 6 اوكسيجين زائد 6 عاش 2 او وش رح يعطينا رح يعطينا رح يعطينا قلنا تاقة زائد 6 سي او 2 زائد 12 عاش او راني كتبتها لكم المعادلة موازنة دونك هنا يكون تكون كاين عملية هدم كلي بتدخل مجموعة من الانزيمات شوفوا في الباك رح تقراوها عندي طاي هادي التنفس والتخمر رح تقراوها عندي طاي و رح تشوفوا شما الانزيمات اتو نوك اللي حبي يقرا ويباظي للباك غير يقرا من دونك لانو البرادران فرس كامل رح يتعاود في الباك دونك عملية التنفس هادي هي المعادلة متاحة دونك التنفس الخلوي هو هدم كلي للغليكوس في وجود الاكسيجين بها يعطينا آآ الثاقة دونك رح نشوفوا مثال على التنفس عند الخاميرة ورسمنا هاد المنحانة اللي اللي علي قادر يعطيكم واحد vidéos الخاميرة وش هي الخاميرة الخاميرة هي عبارة Joy العبارة الخاميرة هي عبارة على وجه خاميرة هي عبارة على فطر فطر وحيد الخالية قادر على العيش في الوسط دونك فيدر قادر على العيش في الوسط الهوائية两 στο الخميرة بالاكسيجين ولا بلا اكسجين قادرة انها تعيش. عندنا منحنة هنا قادر يعطيك واحد يشبه له مننا يعطيك الزمن مننا يعطيك تركيز الاكسجين والسي او 2 بالميلي جرام على الليتر. هاد المنحنة يمثل منحنة واش تغيراتها وبينه تغيرات وش عندنا هنا تركيز تعواج الاكسجين والسي او 2. ده نقوله قادر يقولك ماذا يمثل هاد المنحنة تقوله انت يمثل هاد المنحنة تغيرات الاكسجين والسي او 2. بدلالة الزمن. دون هنا عندنا بلاصة رح نضيفه فيها او شارح نضيفه فيها القليكوز. دون هنا رح نضيفه القليكوز. عندنا منحنة قبل اضافة القليكوز وبعد اضافة القليكوز يعني حيكون عندنا تغيرات. دون قادر يقولك ماذا تلاحظ ماذا تفسر. اه قارن ماذا تستنتج. دون تبعمها يا. دون في بداية التجربة. دون في الول هنا يا شوف اوكي نسباط هنا قبل ما نضيفه القليكوز. في بداية التجربة تركيز الاكسجين والسي او 2. شوفوا وراه كل واحد عنده كمياته وراهي ثابتة. اوكي. الكمياتهم راهي بينها. يعني ما زادت ما نقصد استحق بالاضافة القليكوز. ها. الكمياتهم راهي في مكانها. دون نقول له في بداية التجربة تركيز الاكسجين. وين هو الاكسجين. دون تركيز هذا تاع السي او 2. وهذا انتاح الاكسجين. شوفوا المنحنة الاكسجين. والمنحنة انتاح السي او 2. دونك في بداية التجربة تركيز الاكسجين يكون معتبر. اوكي. ويبدأ في الانخفاض تدريجيا. دونك شوفوا هاو كان كبير التركيز انتهاؤه. وبعده يبدأ بالانخفاض تدريجيا. باضافة القليكوز. دونك شوف احنا حطينا القليكوز والاكسجين هاو بدا. ينخفض. بالمقابل وش نلاحظو. الاكسجين منا ينخفض. بالمقابل نلاحظ ارتفاع في السي او 2. هادا الشي يفسر النوشية حدوث مبادلات غازية عند العضوية. اوكي. دونك هادا رانا عند الخاميرا. دونك ما كلي هنكتبو هادشي لانو ايدي حننا الوقت بكتوق انتايا عاود الفيديو سي اكتب. يعني اعطيت لك انا ولخصها وديرها بتاريخة كلها كما تحبها. دونك نقولو نعاود لكم شرح تحا بشكل مختصر يكون عندنا التركيز على الاكسجين والسي او 2 ثابت. ينضيفو القليكوز الاكسجين ينقص والسي او 2 يطلع هادا دلال دلالة انو صارتنا عملية مبادلات غازية. دونك الاستنتاج تحنا وش هو. نقولو بلي الخاميرا تقوم بالتنفس الهوائي من اجل الحصول على تاقة. اوكي. اللي هو التكاثر تحا. شو دوك الخاميرا كي تصر لها عملية التكاثر? هديك هي استفادت من التاقة تحا. دونك هذا رح يكون استنتاج نكتبوه نكتبو استنتاج ما عليش استنتاج. دونك نقولو بلي الخاميرا تقوم بالتنفس. نقولو نقولو خاميرا تقوم بالتنفس للحصول على التاقة. من اجل نشاطيها. وهو التاقة. اوكي. رح نشوفو الشكل اخر اللي استعمال غليكوز بالصح في غياب الاكسيجين. دونك كينا حاجة نزلنا عارفوها بلي كين تنفس الخلوي. وكينا حاجة تعرف بي التخمر. دونك كي تسمع كلمة كين اكسيجين عارف بلي تنفس. كي تسمع غياب الاكسيجين عارف بلي تخمر. هدوك في الاخر نكتبها لكم كملاحظة. نشوفو الشكل اخر لاستعمال الغليكوز في غياب الاكسيجين. دونك قولنا في غياب الاكسيجين كي نسمع غياب اكسيجين معناها عارفو تخمر. وجود اكسيجين تنفس غياب اكسيجين تخمر. دونك هنديرو تجربة هندرو عليها له قادر اطرح لكم اي تجربة يعني ركزو مليح. نقح نجيبو خاميرة ونحطوها في وسط فيه اكسيجين وفي وسط غائب عنه الاكسيجين. يعني نحطوه 150 جرام من الكليكوز ووسط نحطوه 150 جرام من الكليكوز واحد في الاكسيجين واحد نقح له عليه ما كانش اكسيجين. دونك بد تسح ايام الخاميرة اللي في الوسط اللي فيه الاكسيجين اعطاتنا اه خاميرة متشكيلة مقدرة بواحد فاصل تسعمية وسبعين. اوكي والخميرة اللي في الوسط اللي مافيش الاكسيجين. عطاتنا ثاني خميرة متشكيلة. بتحشوفوا الكمية قده صيب الفاصل ميتين وخمسة وخمسين. والمدة الزمنية قده كانت تلت اشهر. دونك الخميرة رح يدير لك عمليات التخمر. دونك يكون عندك مكانش الاكسيجين يعني صوفي روحة بصحب بكمية قليلة. دونك التفسير تعشي هذا اللي صراحنا هي. نقولوا بلي فيه وجود الاكسيجين. وفيه غياب الاكسيجين. دونك فيه حدث هدم. بالصح فيه وجود الاكسيجين حدث لك هدم كلي معناها القليكوز كامل هدم التو وعطتنا طاقة كبيرة. في غياب الاكسيجين حدثنا هدم جزئي للقليكوز وعطتنا طاقة قليلة. اوكي يعني هي صوفات روحة. كيكون عندها الاكسيجين واو مليحة كيكون ما عندكش الاكسيجين ديباني رحك. هكا افهمها. دونك هاد شي يقولوا له تخمر ولا تخمر الكحولي. التعريف تعوش هو هو طريقة اخرى للحصول على طاقة في غياب الاكسيجين وهو هدم جزئي مع انتاج طاقة قليلة. والمعادلة التالية انتعه. دونك عندنا خميرة زائد قليكوز ويكون عندنا هنا هنا هدم جزئي ويكون عندنا واست هنا لا هواء. وش راح تعطيك راح تعطيك ثنين سي او ثنين ثنين اش خمسة او اش وهو اي طانل زائد الطاقة. يقدر يعطيك تاريقة اخرى يقدر يعطيك شكل اخر يشتيو يعطيه المنحنايات التجارب بزاف العلم. يقدر يعطيك منحنو. شافوش يعطيك تبع معايا. يقدر يعطيك تركيز انتاع القليكوز. سي اوتنين والاوتنين والايطانين. ويقول لك في السرلي وما ده تلاحظ وططط. ما عنا جلوب صح ما عليش ان نذكره عليه لهذا التجربة. شاف يعطينا التركيز انتاع الاكسين. حكا. ويعطينا التركيز انتاع القليكوز. يعطينا هكا القليكوز. ويعطينا التركيز انتاع الاكسيجين. السي اوتنين. هكا. ويعطينا التركيز انتاع الايطانال هكا. ايطانال. ويقول لك ماذا يمثل منحنو ماذا تلاحي تفسير ايدو. دوق انتك يتشوف كلمة ايطانال. دوق الايطانال رح يخرج لك من التخمر الكوحولي. دوق انتك يتشوف منحنو فيه ايطانال. اعرب اللي كان غياب الاكسيجين. اوكي. دوق اول حاجة نقولوا باللي هذا يمثل منحنو يمثل تغيرات واش تغيرات الاكسيجين والسي اوتنين والايتانال بدلالة الزمن. في وجود واش الجليكوز عند خميرة عند فطر الخميرة. دوق هدي هزوها اكسبوها عندكم لانها طويلة بنكسبها هنا. دوق ما عليش نكسبوها يمثل منحنو تغيرات الاكسيجين والسي اوتنين والايتانال بدلالة الزمن في وجود الجليكوز عند الخميرة. اوكي ماذا نلاحظ ماذا تلاحظ؟ نلاحظ استهلاك الاكسيجين والجليكوز. دوق هادو الاكسيجين والجليكوز خلصو. ها متناقصو. وطرح السي اوتنين والايتانال. دوق هادي وش يا? هادي رهي المعادلة اللي كنا نهضر عليها هنا يا. هادو اللي استهلكناهم وهادو اللي طرحناهم. دوق ش نعاود لكم؟ نلاحظ استهلاك الاكسيجين والجليكوز وطرح السي اوتنين. دوق من هادو روش تعلن ايتانال. هاد لابارتي هنا يا. مدم كين اكسيجين وش صارا هنا يا. دوق هادي رهي عملية تنفس. هادي رهي مدم كين اكسيجين هنا يا. رحي كين عملية تنفس. شوفوا. كي يخلص هنا يا الاكسيجين منه. كي يخلص الاكسيجين بعد انعدم الاكسيجين بقى تزايد نسبة السي اوتنين. كفى هو وخلص لك الاكسجين شوفوا الكمية الاكسجين وشوفوا كمية سي او 2 قدمه نقنيجك سي او 2 هذا دونك بعدها بعدها نقولوا بقاء تزايد نسبة السي او 2 وارتفاع الايطانون حتى بعدها نفات الاكسجين على حتى ضافوا نقولوا باللي الخاميره راهي استهلكتنا القليكوز المتبقي شوفوا هذا الاكسجين وهذا شوفوا الكلوكوز قدمه دونك الاكسجين خاصة هنا نقولوا ها استهلكت هي حتى هنا قاتلها كمية من الكلوكوز استهلكت الكلوكوز لاشتفي غياب الاكسجين وطرحت لنا السي او 2 و الايطانون دونك وهذا ما يعرف بالتخمر دونك صارت لنا عملية تنفس وتخمر يجد الواحد يقدر يقول لك فاسترحل ما دا تلاحظ اعطيني المعادلات وانت لازم تكون على بالك وش راوي يهدر لك المنحنه ماشي تحطها كاك برك دق انت تجي تقولي كين اكسجين وكين سي اوتنين وكين ايطانون وكين غليكوز ورا نطولنا في المنحنه هذا بسر بسر ما عليش نادلكم عنيني انه يشتوي يشتوي حتى المنحنه اول حاجه تقول هالو وش لي يمتلك هاد المنحنه ومبعد تبدأ تقولو وش عليك تشوف الاكسجين قادي زي تقادي ينقص ثابت تقولو وش قادي تشوف ومبعد تبدأ تعطيه الاسباب لغليكوز تم هدمه ونواتش خرجنا الى اخيره دونك هدي عماليات التنفس والتخمر شوف ورا نعاو تكتب لكم هنا معادلة التنفس والتخمر لا تخصتها لكم يعني ها قادرة تكونوا هنا تخارب طاولة دونك ها هي معادلة التنفس وها هي معادلة التخمر ورا مباشرة مباشراتنا رحو نروحوا الى استعمال الاحماض الامينية في بناء البروتينات استعمال السكريات استعمال احماض الدهنية وشوفو فالاخر التوازن الغذائي نبدل الورقة ونذهب الى استعمال احماض الامينية في بناء البروتينات استعمال احماض الامينية في بناء البروتينات تكون عن طريق عن طريق بناء الانسيجة عن طريق تعويض التلف ولا عن طريق انتج الثاقة هادو اغذية حن يكونوا اغذية البناء وصيانة نقولوا اغذية السكرية تكون في انتاج الثاقة في الجسم وتدفئته والباقي قلنا وين يخزن يخزن على هيئة غليكوجين في الكبد والعضلات هادو اغذية تاقاوية نقولوا لي هادي من الاغذية التاقاوية تعطيك الثاقة غذية التاقاوية بالنسبة الاحماض الدهنية والغليسيرول 4 ٢٠ٓ٠ جزء يكون لانتاج ثاقة والباقي كالعادة يخزن على هيئة دهن في بعض مناتق الجسم دونك هادي اغذية ايضا ايضا تاقاوية بالنسبة لالماء والاملح هذه اغذية وظيفية نقلو بلي هادي عبارة على اغذية وضيفية. حاولت ان يلخصها لكم بهذه الطريقة. حاول انك تفهمها تحفظها شو كفية هزتها. هاي ملخصها بشكل واضح. اخر حاجة اخر واحدة تقدر وتقرأ عليها اللي هو التوزن الغدائي. توزن الغدائي هدا مكش محتاج انك تحفظه ولا هاي تفهمها عادي ماشي ماشي حاجة كبيرة. لابلنا بلي كيكون الغداء متوازن يكون في صحة مليحة كيكون الغداء تعنا ما هوش متوازن تكون الصحة تعنا ما هيش مليحة. دونك قادر يعطيها في وضعية ادماجية ويقول لك وضيف وما دا وما دا ماذا دونك انت تقولوا باللي التغذية الغير صحية تؤدي الى ماذا تؤدي الى اعتلالات. انت تزيد في الغداء بزاف ولا كيتنقص منه وما تاكوش مليح دونك وش رح يسارك رح يكون عندك امراض يقول لهم امراض سوء التغذية هاد الامراض احين يديولك مشاكل في الانبوب الهضمي سوى في الافرات ولا في النقصان دونك قادر يقول لك اقترح سلوكيات ولا اعطي رأيك ولا اعطي نصائح دونك هادو تقدر انت تستنتج هم من عندك عادي مش يسحقتهم دونك سلوكيات الغداء الصحية منك تحرص على نظافة الاكل اللي تاكله انك تحترم الراتب الغدائي دونك لكان عندك تاكل سبعالاف في النهار تاكل سبعالاف من التاقة ما تكترش دونك الراتب الغدائي تحكي لازم يكون كامل كافي ومتنوع يعني تقدر تنوع وجبة وحدة تقدر تنوع منها بزاف اقدية دونك يكون عندك توزيع منتظم ماشي كل دقيقة ومتا تاكل عندك فطار عندك غدا عندك وجبة المعساء وعندك لحشات تقدر تاكل بيناتا محويش خفاب صح ماشي كل دقيقة اوكي نحافظه على التوازن والانتظام ومنه تكون عندنا حفاظ على الاسنان تعنا دونك يكون وش معناها تحافظ الاسنان تعني وش دخلها في الهضار هادي لانه قلنا الاسنان عندها اه ندخل في الهضم الالي انت كي ما تمضغش الماكلة مليح وتهبط لك هكاك دونك حيكون عندك مشاكل في الهضم دونك العضوية تكرحات بدل دوب التحا باش تكسر هاداك الغيداء في حوض انك تبسطه في الفم تاعك بالي دونك الخمسين بالمئة ومن بعدها يهبط تسبسطه غير خمستاش بالمئة دونك الغيداء من بعده يبقى لك حاصل داخل ويصراولك مشاكل هدا وش معناها لحفاظ على الاسنان وفي الاخر عدم الافراط في تناول الغيداء تونك هدا حاولت اني لخصلكم الماجال بالشي اللي قدرت عليه اه نتمنى من الجميع انه يستعفيد شاء الله كامل تخبه في المتيحانات دونك المولخة تجعلها عندك بلك تتحقه في نهاية السنة أو لا المهم كام إن شاء الله تخدمه في الامتيحانات ولكن لحبك هذا المولخة روطار معلي شخبه ما زلت تتحقه في نهاية العام كامل نتحقكم برد إن شاء الله تجي وتكومونتي وليم بعده تقولوا لي بليران خدمنا ودينا نقاط ملاح إن شاء الله حالاقل تكون استفدت بفكرة أو زوج من هاد الفيديو ما تخرش خلاص فارغ حالاقل تكون زيت حالة معادلة كلمة تعريف حالاقل ما تروحش هكاك دون كانت منه ومن الجامع إنه يتوفق في الامتحانات وإن شاء الله كامل تخدموا لرما ممكن تحتكم كينا حصة مراجعة حضورية اللي يحب يحضر يجي نحلو مجموعة من التمارين ونتناقشو يكون أحسن وأحسن إلا ذلك يعني إن شاء الله يكون الفيديو فاتكم وبرم إن شاء الله راح نبدأ وندخلوا في المجال الثاني اللي وراها بعد وإن شاء الله كامل 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 سحقت مديو تكومنتي وهنا وتقولوا لي بليران خدمنا ودينا نقاط مليحة أخر حاجة بالتوفيق للجميع وخلي الفيديو عندك هذا بلك تحتاجه في نهاية العالم